نفت وزارة الصحة والسكان ما يتم تدوله من تسجيل صوتي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم توافر أسرة للمرضى وتدهر الوضع الوبائي بالمحافظات وأكدت الوزارة أن هذلك التسجيل عار تماما عن الصحة ولا يمت لوزارة الصحة والسكان ولأي من قطاعاتها بأي صلة كما أكدت الوزارة على توافر أكثر من 45% من الساعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجدة كما نشدت الوزارة المواطنين من مرتادي المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدم تدول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة محذرة من استخدام اسم الوزارة في تضليل الرأي العام